وقامت كأس ربطة في فترة التوقف ده يعني ناس كتير وفرائي بصراحة برضو يعني انه فرصة بنفرج على كورة أنا بكلمة كمشاجع أو متابع حلو فترة التوقف ده نشوف كورة كمان مع وانتخب مصر في فرق بتلعب ولايبها بتشتغل وبتاع بالنسبة للمشاهد مش بتولها ودية بتولها رسمية بالنسبة للمشاهد ممتازة لأنه هي شاهد وبالنسبة للفرق ومديرين فنيين جايبين لهم 5-6 متشاط على طبق منفضة حلو استعداد ده بدل ما انت بتتعب وتروح تجيب فرقه من هنا وفرقه من هنا ومتشاط ودية ودية تزل وملهاش طعم وملهاش ده انت بتاخد حاجة ودية على شكل رسمي بص الحاجة الوحيدة اللي في المنظومة دلوقت اللي فيها نشام مريحة كويسة بينها الرابطة واتمنى اتمنى ان ما يسمعوش كلام الحرس القديم اللي موجود يمشي بدماغك يا مستر أحمد دياب سيادة النائب والكابتن عماد متقب يمشي بدماغه الناس دي تمشي بدماغه بص حنروح في حتة تانية مضيفة لان الناس دي جاية تخدم لوجه الله باين امبارح او اول امبارح القرعة فلتت شوية من الحاجة عامر يعني انا اول مرة ليها هوت كده منه يعني ما ازعلش مني وراجل ده ضليع في الحاجات دي ولكن فكرني من عشرين تلاتين اربعين سنة كان عندنا في مركز شبعين شمس بعملوا دورات رمضانية في رمضان كان فيه ثلاث فرق جمديين منها الفرق اللي فيها المنطقة اسمها السعيدة فكانوا يبعدوا برضو التلق عن الفرق دي عشان يوصلوا دول للنهاي وده للنهاي الكاس الرابطة ده معمول مفروض للفرق اللي هي الصغيرة تظهر فيها متعمل قرعة مفتوحة ما تحط اهلي والزمالك في مجموعة واحدة ايه المشكلة لا بس يعني اي بطولة اه في مجموعات في العالم في العالم افريقية اوروبية في اي حتة في الدنيا عدن في تلت مجموعات بتحط رؤوس للمجموعة بيرمز تحطي ليه تلت عشان هما الاختيار كان اول تلت فرق في الدول اهلي زمالك بيرمز آخر دول اهلي زمالك بيرمز تحطهم عرقوس مجموعة برا من سخات بطولة في مصر من سخات ما تعمل؟ لا لا هو هو المعايير المعايير كده أول ثلاث فرق في آخر دوري هيبقى على رأس المجموعات أهل الزمالك برا طرامة هي بيقوله بطولة السيسنة إيه أو كده الأولى طرق الجيش واخد بطولة تاني الكاس واخد كاس السوبر يتحط على رأس مجموعة الإسماعيل بتاريخه يتحط على رأس مجموعة دي شدعوا دوقتي مستوى إيه إسماعيل بتاريخه زي الأهل والزمالك بس بالمناسبة هي الفكرة أنا بحاول أرد رده أيوا 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 اللوايح والقوانين والحاجات اللي هما حريفة فيها إن الكاس والسوبر هي بطولات اتحاد كرة مش بطولات رابط لكن بطولات الربطة هي الدوري بطولة الربطة هي الدوري فهو ياخد من الدوري ما ياخدش من الكاس ولا السوبر الكلام اللي هما هيقولوه دوت أنا مش فهمه زي القرع ما فيمتاش بيوان وبيتو بص أنا أهل زمالك ماشي على عيني وراسي أحط إسماعيل أحط طلعي الجيش أحط مصر أحط حادس جندري أشتبق معايير سبتة بس يا كابت محمد معايير سنة الجاية ممكن برامز بيبقاش التالت بالمناسبة الدوري السنة الجاية بيبقاش برامز التالت فال كسرية أتمنى برامز ياخد بطولة لأ إن شاء الله يبقى أنا برامز بيبقاش تبقى ورقة مواحد ماشي أنا أنا عايز لأنه ممكن حتتغير كل شوية بس تبقى معايير سبتة يعني ما يجيوش مثلا السنة الجاية بالمناسبة يقول لك لأ طب نغير بقى معايير رؤوس المجموعات هنا يبقى فيها كلام أنا معاك أيا كان ثلاث مجموعات أنا كان نفسي بس أشوف سيراميكا مثلا مصر ما قصة في النهائي غزل المحلة والمقاولين في النهائي إحنا كان من سنة التسعين عملنا كسل اتحد كان زي التنشطية عشان الدوري كانت لغى كابتن جوري لو تفتكر واتعاملت يعني أكنها كانت كسل رابطة كان كسل اتحاد اسمه كل الفرقة اللي عبت فيه وصلنا في النهائي الأهلي والمصري وكسبنا الأهلي يخد نكاس ساعتها فحاجة زي دي يعني بس أنا عايز أقول لك أنه كسل رابطة دي حتى في إنجلترا حتى بتاع بتلاقي فرقة زغيرة بتلاقي وصلت النهائي انت الأهلي لازم يلعب في النهائي والزمالك لازم يلعب في النهائي وبرامدز أزم يخش المربع أنا فاكرة لما تبص على مجموعات الأهلي والزمالك وبرامدز متساوية الثلاث مبعات مجموعات متوازنة متوازنة وعلى فاكرة مجموعات برامدز صعبة جدا ده برامدز معال الاتحاد والمصري على ما تذكر دلوقتي وفيوتشر بص الأهلي مش داخل البطولة دي أخدها والأهلي يوم تمانية هيتمرن مش ظبط الأهلي من غير دولي والزمالك من غير دولي مش فرقة معهم يعني هي مش فرقة معهم قوي بس أنا كنت أحس إن ده هتبع فرقة أول ما تبدأ خد بالك والله ليه بقى؟ من جميل الأهلي وجميل الزمالك وآي فرقة جماهرية داخل فبطولة لو ودية آه لازم تخدها لو على كس المج ده آيو هلقت لازم تكسبها فما فيش حاجة اسمها زي نفس كسة متخمصة لانت لسه إيلها آه مش حاجة اسمها داخل بطولة ممكن أكسبها ممكن ما أكسباش لا بالنسبة لهم دي كده نفسك خلاف يعني والله أتمنى بس هي حاجة كويس